ومعليش هدخل كده في مداخلة بسيطة هقطع الحديث يعني عن وقع تذكرتها دلوقتي وأنا بأكلمكم رحية جابوا لنا مرة وهنا في عرب الاسنزاف جهاز رؤية ليلية ما كانش عندنا حاجة نادرة نشوف بالليل غير نضارة الميدان العادية اللي بنشوف بيها بالنهار تمام فنجحت المخابرات يجبوا لنا جهاز من الخارج جهاز رؤية ليلية فبقنا سعداء جدا إن جلنا جهاز بقى حنشوف بيه الجانب المعاجل بالليل اللي بيحصل بالليل على الشبت التين ونشوف بقى نوعة القوية وخط برريف دي بيشتغلوا زي بالليل فالمهم خدنا الجهاز وكنا في الجبهة وقلنا نطلع في منطقة الأنطرة اللي هي بين بورسعيد والاسماعيلية دي كانت أقوى نوعة دفاعية موجودة على خط الجبهة والمهم تسلانا لغاية لما صنع قرب القناة كان كده في مبنى مهدم قديم فيه دوب شباك نادر نشوف منه وصلنا وابتدنا نفتح الشباك عشان محدش يلاحظ إن إحنا موجودين وابتدنا نطلع الجهاز عشان نشوف نوعة القوية بتاعت العدف الضفة الأخرى دي بتعمل ايه؟ تفتكروا بقى شوفنا ايه؟ شوفتوا ايه بقى؟ شوفنا الطرف الآخر بشاورلنا ها فهو شايفة؟ هو عارف هو عارف لا مش عارف بس ده هو عنده الجهاز يعني الجهاز اللي إحنا كنا سعداء بيه إن إحنا حصلنا عليه موجود عندهم بقالوا دي النقطة دي مهمة هاوي إن عظمة الأكتوبر وماذا قبل أكتوبر بس دي عملت خيبة أمل وقتها مثلا؟ لا أبدا دي حسستنا نقول إيه؟ بإن إحنا مطلوب مننا إن إحنا نعمل في ظروف صعبة ودي نقطة الرسالة دي مهمة هاوي لنا وفي كل وقت على فكر إن الأطراف الأخرى التي اللي تريد لنا الخير دايماً ضغطين علينا ودايماً بيدوا لأطراف الأخرى إمكانيات لازت متوفرة لدينا عشان نبفقين فكان لما حصل بقى الإدوان بتاع 5.67 وتوجدت القوات الإسرائيلية في سيناء طب حنشوف القوات دي إزاي؟ ما إحنا ما عندناش إمكانيات للرادارات بعيدة المدى ولا الطائرات المجهزة اللي تقدر تخش عشان تقدر تصور كل الإمكانات دي فلجأنا الحقيقة إلى فكر جديد في الاستطلاع وخدناها من خبرات كانت في الحرب العالمية التانية ما يطلقوا عليه مجموعات الاستطلاع خلف خطوطه لهذا أي أن تختاري مجموعة منطقه من المقاتلين الأشابس الحقيقة القادرين ويتم تدريبهم تدريب عالي جدا راقي جدا بحيث بيتسللوا إلى عمق قوات العدو بوسائل مختلفة سواء بليكوبتر أو من البحر أو متسللين بالرجل أو خلافه ويصلوا إلى أعماق القوات الإسرائيلية فالحقيقة بقول الجزئية بقى بتاعت مجموعات خلف الخطوط نجحنا الحقيقة في بناء على الرغم أنها كانت لأول مرة في استخداماتنا العسكرية إلا نجحنا في بناء مجموعات على مستوى عالي جدا من الكفاءة والإعداد ونجحت الحقيقة خلال فترة حرب الاستندقافة لأننا من نتكلم على أكتوبر أنا شخصيا كوجة نظر شخصية يعني من واقع خبرة التعايش طبعا بقى أطلق حاجة اسمها ملحمة أكتوبر دي شيء ومعاركة رمضان دي شيء آخر ملحمة أكتوبر يا شافكي قعدت 22 سنة يعني إحنا سينة اتخذت في 6 يام سموها معاركة 6 يام مزبوط إحنا عشان نأخذ نسترجع سينة تاني قعدنا كم سنة؟ 22 سنة من 5 يلن و7 النقطة دي مهمة أوي للأجيال عشان تبعى عرفة فهي دي الملحمة جيل الأباء والأجداد قعد 22 سنة مصمم على استرداد سينة من خلال صراح عسكري وصراح سياسي تفاوضي وصراح تفاوضي تحكيمي إلي أنا استرددنا أخي شبر في طابة مارس 89 مصبوط من خلال الحقيقة الفترة بتاعت الصراح العسكري تم فيه الحقيقة مجموعة من المعارك مهمة يعني يمكن بيتبادر لزيه أول ومعقول أكتوبر 6 أكتوبر لأ 6 أكتوبر دي أنا أطلقت عليها معركة العشر رمضان صحيح يعني إحنا استرددنا سينة في 22 سنة المعركة العسكرية استمرت 22 يوم شوف دي 22 سنة والمعركة العسكرية 22 يوم فمن خلال بقى المجموعات اللي دخلت دي خلف قطوط العدو نجحت أنها فيها توجد لنا صورة كاملة عن أوضاع القطوات الإسرائيلية وأنشطتها قبل حر ستر